أصدرت الأمانة العامة لهية علماء المسلمين في العراق بياناً بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت ثلاثمائة وثمانية عشر مواطناً في شهر كانون الأول عام الفين وسبعة عشر وجاء في البيانة أن قسم حقوق الإنسان في الهيئة رصد في إحصائية جديدة خلال شهر كانون الأول الماضي خمساً وستين حملة دهم واعتقال معلنة نتج عنها اعتقال ثلاثمائة وثمانية عشر مواطناً فضلاً عن ستة عشر حالة قتل رافقت تلك الحملات وذكر بيان الهيئة أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على إحدى عشرة محافظة تصدرتها محافظة ديالا بمائة وتسعة عشر معتقلاً وحلت محافظة كربلا بالمرتبة الثانية مع اثنين وخمسين معتقلاً بينما جاءت محافظة البصرة بالمرتبة الثالثة بواقع خمسة وأربعين معتقلاً ومحافظة ميسان بسبعة وثلاثين معتقلاً والعاصمة بغداد بواحد وثلاثين معتقلاً ومحافظة نينوى بعشرين معتقلاً ومحافظة التامين بخمسة معتقلين ومحافظة بابل بأربعة معتقلين أما محافظة صلاح الدين فبثلاثة معتقلين ومحافظة ذيقار والأنبار بمعتقل واحد لكل منهما وأوضح بيان الأمانة العامة للهيئة أن هذه الاحصائية تقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين ولا تشتمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكاتب ما يسمى مكافحة الإرهاب أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية وكذلك لم تشمل الأحصائية لاعتقالات التي تقوم بها عناصر الصحوات والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية في محافظات ديالا والتاميم وصلاح الدين ونينوى فضلا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك وحملت الهيئة في بيانها الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن الأحصائيات الضخمة للمعتقلين في بداية كل شغر نتيجة حملاتها الظالمة التي حولت العراق إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية وطالبت الهيئة الحكومة الحالية بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء كما طالبت الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعات العربية التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها